اهمية الشهادة الجامعية او شهادة كلية بحاسبات ومعلومات في سوق العمل وان ينفع اشتغل في مجال البرمجة لو انا مش معي شهادة من حاسبات ومعلومات او انا مش خريج كلية حاسبات ومعلومات ولا لازم اكون خريج حاسبات ومعلومات عشان اشتغل في مجال البرمجة هل لنا نجاوب على السؤال ده بكل تفاصيل وبكل وضوح كل صراحة زي ما أنا معودكم دايما وخلينا نبدأ في الأكثر على طوله أهلا بكم فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات مطور مواقع قبل ما ابدأ كده مش عايزك تحبط خلص من اللي أنا هقوله لك أنا بقولك واقع معين وبقولك وجهة نظر عايز تقتنع بيها اقتنع مش عايز تقتنع بيها ما تقتنعش وانا برضه ومش هحبتك وحقولك على الطريق الصحيح يعني هحاول أساعدك حتى لو انت مش فريك حاسبات ومعلومات هل لنا كده في أول نقطة لإني شفت النقطة دي تجاوب عليها من كذا حد وكده ودايما تتقلي حتى أنا نفسي بس أنا شايفها في فرق زمن عايزين نشوف كده سواء حد مشهور يعني حد على يوتيوب مثلا أو كده أو سواء team leaders كانوا حتى في team leader كان نعاية في فترة كبيرة جدا الناس دي ما تبقاش فريك حاسبات ومعلومات الناس دي بممكن خريجة حاجة ما لهاش عليك بالمجال خالص وتلاقي عنده خبرة 6 سنين خبرة 7 سنين خبرة 10 سنين وفي نفس الوقت مش خريجي الكلية وفي نفس الوقت تلاقيهم عندهم خبرة عالية أو انت مش عارف حتى انت تفهمها وانت خريجي الكلية طب ازاي نزي كده هل ده معناه ان سوء العمل بيتقبل الوضع ده ولا لا عايزك تعمل فلاش بيت كده وترجع معايا لوقت اللي هيا الناس دي ما كانت لسه بدقة في المجال يعني عايزك تركع 10 سنين لورا مسد ارجع كده 10 سنين وانا ودفعتي الدفعة اللي قابلي على طول كانت 20 واحد بس اتخرجوا منها من هندسة قسم حاسبات وفي نفس الكلام في كلية حاسبات ومعلومات ارجع 15 سنة حتلاقي كلية حاسبات ومعلومات كلها اللي بتخرج منها كانوا حوالي 10-15 دفعة كاملة وكلية هندسة حاسبات اللي بتخرج منها حوالي برضو 4-5 فكان مجال يعني نادر قوي لما حد بيفكر فيه وحد يدخله اصلا عايزك ترجع لألفين وعشرة مش وقت بعيد وقلني كده كام واحد تسأله في الشارع يعني ايه هاشين كلود ايو ستريم عايزك تطبق نفس المثل ده دلوقتي امشي في اي شارع كده وازال كام واحد يعرف هاشين كلود ايو ستريم عايزك تسأل كام واحد عارف الشخص المشهور مثلا اي المكان على اليوتيوب اللي بيقدم محتوى برمجة عايزك ارجع كده من كام سنة وقوله يعني ايه اصلا برمجة هتلاقي مش فاهم هو ده اللي ما عايزه وصله انه هو الناس دي وقت ما اشتهرت اوي او كبرت اوي في المجال وبقى معاهم خبرات واسعة ما كانش اصلا فيه حد متعلمه ما كانش فيه حد خريج كليات حاسبات ومعلومات او هندسة غير اعداد اقل بمراحل من دلوقتي الشركات بدأت تشوف الرؤية انهم ده في برمجة هي عايزين الناس تشتغل وتكتب لنا كود وكانت البرمجة او الكود غالي جدا وقتها فكلما الناس ندرة الناس بتدي فلوس كتير ففي يعني عارف منافسة قليلة وفي طلب بدأ يزيد بشكل واسع طيب هلا انا بقى حادي استنى وقولك لا انا عايز واحد تخريج هندسة اللي حاسبات اكيد لا هقولك عادي هاتلي اي حد بس فهمش زي اشتغلت وخلاص ده حيبقى مية مية فهو ده السبب ان الناس التقيلة لغاية النهاردة اللي معهم خبر 10 سنة 15 سنة والكلام ده هم ناس مش خريجي حاسبات ومعنوات في الاصل فانت ما تقدرش تكارن نفسك بيهم ما ينفعش تحط نفسك في بقرنا مع حد هو كان وقتها يعني مفيش غيره اصلا فما ينفعش تحط نفسك مع الناس ده ان انا حبقى زي زيهم في يوم الايام او بسهولة يعني على الاعلى انا برضو مش عايز احبطك انا بس بوريك وجهة نظر بشكل اوضح شوية او بشكل اوسع شوية طب حد حيجي يقول لي ما برضه هو ده معناه ان السقوش بيبص اول حتة عايز كلية حاسبات وهندسة او ما يوازيها او الحاجات دي حقولك هو اه يعني انا بالنسبة لي كاتفي تيكنيكل او بعمتحم حد تيكنيكل حشوف اول حاجة خبرته عاملة ازاي يبقى بص الخبرة هي اللي هتفرق المعلومات اللي معايا والعلم اللي عنده طيب لقيت واحد اتقدملي هقولك كده قدامك يعني انا هخليك انت تحكم بنفسك على تلات نمازج واحد خريك حاسبات ومعلومات بس ما عندوش اي معلومات واحد خريك حاسبات ومعلومات وعندو نفس المعلومات اللي عند التالت التالت ده بقى مش خريك حاسبات ومعلومات ومتعبش زي وزي خريك حاسبات ومعلومات ومش حقدر اسأله فحاجات صعبة جدا في مثلا كوبيتر او حاجات في بس عنده الخبرة الكافية في المجال بتاعه. انت قدامك التلاتة. ان ده اللي هو مش اللي خريك بس ما عندهش معلومات ما طلبش مرتب عليه. اللي في النصة هو الوحد اللي طلب مرتب عليه شوية. والتالت برضو ما طلبش مرتب عليه. قدامك بقى انت اختار مين اللي هيكون احسن في اداء الشرم. سيبك من الفلوس لان انا عارف في اصحاب شركات كتير هيقول لك هاتلي الاول ده. هو خريك حسباته معلومات بس هو مش فاهم كويس. فهتقولي عشان هو ارخيز وفي ناس الوقت معاش هادة وزيل فلو وحيتعلم مع الوقت. ده تفكير الناس معينة. لكن التفكير السليم هاتلي بقى خريك حسباته معلومات اللي حقدر اسأله في اي حاجة حتى لو اطار شوية شغله ده ممكن اشغاله شغلانات اضافية مع الوقت. او اعلمه حاجات جديدة زائد ان هو اصلا عنده الخبرة الكافية في المجال. لكن لو الحالة التالة بقى الاسوأ اللي هو اصلا مش خريك حسباته معلومات. وبدأت صعب عنه شوية الاسئلة وما جوابش. ده كده كده انسى خواص ده شنيف بيته عادي. خليه بقى يشوف المجال اللي هو كان فيه. فهي دي الفكرة ان الخبرة هي العامل الوحيد اللي بيفرق. الخبرة ولو خبرتك تساوت مع حد خريك حسباته معلومات او هندسة كسمة حسباته. يبقى الاولوية برضو هتكون ليه. لان الرجل ده تعب اربع سنين او خمس سنين او هندسة كمان. الرجل ده تاهم علم معين اوسع بمراحل شوية من ان هو واخدها كهواية. معادة ده لو اللي واخدها كهواية ده هو حرق كتير وعمل مشاعر كبيرة وقدر يعني ينافس وده نظنش انك بسهولة حتقدر تعملها لو انت مبتدر. نرجع تاني اقول لك انا مش بحبتك انا بس بوضح لك صورة معينة. ودخلتك معي في سوق العمل بيشوف الناس من منظور ايه او بيشوف المبرمجين من منظور عامل ازاي. وبمناسبة اني مش عايز احبتك هقول لك حتة كويسة بقى. انت عشان تشتفل في المجال وانت مش خريك حسابات ومعنا بات. انا قلت انا كم من شوية عايزين خبرة. تجيب خبرة ازاي? هتجيبها بطرق. هتلاقي في بعض الطرق في القناة عندي في الفيديوهات. وبرضو طرق تانية ان انت تحاول بقى تلقط كده من الفريلانسرز او شغل الفريلانسر. لغاية لما تقدر تبقى يعني عامل مشاريع كويسة. تبدأ تحطيها في سبيوه وتبدأ تتابع حاجات كتير من اللغة والمجال اللي انت مختاره. حقيقي سؤال كده هو بعيد سنة بس ورده النسبة تسأله. طب الفرق بقى بين حاسبات خاص حاسبات حكومة هندسة خاص هندسة حكومة. هلا نفسه العمل بفرق بالاربعة دولف حاجة. اللي اجابة باختصار كده لا. مفيش اي فرق بين الناس دي في اي حاجة. كل ما هو خريك حتى لو نظم المعلومات على فكرة. بس هو يكون عنده برضو المعلومات كافية. اللي بيحط وزنك هنا هي خبرتك. لو خبرتك متساوية مع واحد مش خريجي بقى انت اللي لك الاولوية. اما لو انت خريك حاسبات ومعلومات او هندسة او اين ما كانت. لكن خبرتك اقل منه بس بس انه وانا محتاج الحاجة اللي هو عنده هو. هختاره هو من غير ما رجعلك انت. ويعني برضو الشهاد تكشوف ما افدتكش اوي في وجهاتك. فشهادة بدون خبرة لا تساوي شيء. لكن شهادة وخبرة تساوي كل شيء. خبرة بدون شهادة تساوي لكن لو في حد عل عليك وانت وارده مش هتاخد الاولوية الاولى. وعايزك تخني بالك من نقطة اخيرة كده. ان موضوع المجالات ده او الشغل في البرمجة مش واحد. البرمجة مش كلها واحدة. فيه عندك مجال شبكات مجال اي تي. فيه عندك مجال ويب مجال موبايل. فيه عندك مجال امبيديد ساستنز فيه عندك حتى سوفتوير انجنيرينج والديفوبس. هي وظائف بالهابل. فكل وظيفة بتحتاج يعني بعضهم. طبعا فيه حاجات بتحتاج الشهادة اوي وفيه حاجات ما بتحتاجش. ويب وموبايل وديسك تبع بليكيشن مع انه مش كتير قوي ما بيحتاجش كتير. وممكن نضيفه معاه كمان انه هو تطوير الالعاب مش بحتاج الشهادة بشكل واسع. لكن اي 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 او بين المجالات. يعني مش كل المجالات واحد. ومش كل الازمانة حتى المجالات فيها تبقى واحد. فيه وقت بيقل على الطلب ويزيد العرض. في وقت بيزيد العرض ويقل الطلب فهي السوق متقلب ده طبيعي. فممكن ما تلاقيش دلوقتي انت حتى يعني كامش خريجي حسبات ومعلومات. ممكن ما تلاقيش دلوقتي بس تلاقي قدام لما يبدأ العرض يقل والطلب يزيد او العكس. وبكده يكون جاوبنا عن سؤال هل الشهادة مهمة لسوق العمل في مجال البرمجة ولا ممكن تشتغل فيه البرمجة من غير ما تبقى معك شهادة من حاسبات ومعلومات. وبس ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم واقفتكم لو عجبك ما تنساش تدين احلى لايت. وما تنساش شوف الحلقات والحكاة والكرسات الفاتحة وتستنى الحلقات والحكاة والكرسات اللي جاية. وانزل اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد وعشان ما تبقاش منه لهواه. اشترك في القناة عشان